هل التسبيح يرد القدر؟ قرأت شيئاً لفت نظري فأحببت أن ألفت نظرك إذا أتممت ما ستسمعه ونحن غافلين قبل دخولي في التفاصيل لا تنسى الاشتراك بقناتنا فكرة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا التسبيح يرد القدر كما في قصة يونس عليه السلام قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وكان يقول في تسبيحه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين التسبيح هو الذكر الذي كانت تردده الجبال والطير مع داود عليه السلام قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير التسبيح هو ذكر جميع المخلوقات قال تعالى ألم تر أن الله يسبح لهما في السماوات والأرض ولما خرج زكريا عليه السلام من محرابه أمر قومه بالتسبيح قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية دعا موسى عليه السلام ربه بأن يجعل أخاه هارون وزيرا له يعينه على التسبيح والذكر قال وجعل وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشرق في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ووجدت أن التسبيح ذكر أهل الجنة قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام التسبيح وذكر الملائكة قال تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض حقا التسبيح شأنه عظيم وأثره بالغ لدرجة أن الله غير به القدر كما حدث ليونس عليه السلام اللهم اجعلنا ممن يسبحك كثيرا ويذكرك كثيرا فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته التسبيح ورضى النفسي لم تكون مرتبطتين في ذهني بصورة واضحة ولكن مرت بي آية من كتاب الله كأنها كشفت لي سر هذا المعنى وكيف يكون التسبيح في سائر اليوم سببا من أسباب الرضى النفسي يقول الحق تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى لاحظ كيف استوعب التسبيح السائر اليوم قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار وآخره ماذا بقي من اليوم لم تشمله هذه الآية بالحث على التسبيح والرضى في هذه الآية عام في الدنيا والآخرة وقال في خاتمة سورة الحجر ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فانظر كيف أرشدت هذه الآية العظيمة إلى الدواء الذي يستشفى به من ضيق الصدر والترياق الذي تستطيب به النفوس ومن أعجب المعلومات التي زودنا بها القرآن أننا نعيش في عالم يعش بالتسبيح ويسبح الرعد بحمده وسخرنا مع داود الجبال يسبح نوطير تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سبحانك يا رب ندرك الآن كم فاتتنا كثير من لحظات العمر عبثا دون استثمارها بالتسبيح جعلنا الله وإياكم أحبتي من المسبحين الله كثيرا آمين إن أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل علينا بضغط زر الأعجاب للفيديو والاشتراك بقناتنا فكرة ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر